السلام الغزالات اميراتي الفنات اللي منوري لي الحياة نسمى الناس كنو فاخر مرحبا بكم كاملين فكيد نصى مع شهر زاد اليوم كيف ما وعدكم هنرجعت معكم في القصة الثانية اليوم واجدينا البنات ولا لا المهمة غنزيش نطول عليكم كتر وندخلوا مباشرة في القصة دينا اسميتي حانان اليوم جيت نعود لكم حكاية يوما جرا فيها وغدي مبدال لكم الحكاية ديالي من اللول ديالها انا تزادي سكبرت انا كنت واحد الاسرة لمتوسطة الحال الاب والام ديالي بجوج بهم موضافين كنا عايشين باخر واخر وحتى شي حاجة ما نقصانة من النهار اللي عقلت على الاراسي وانا كنقرأ في المدارس ديال الفلوس حتى كنت طلعت لي اليسي وهذيك الساعة كانوا خرجوني والدية بالمدارس ديال الفلوس ودخلوني لمدرسة ديال المخزن فحالي فحال الخوتي اللي كبر مني انا اتل هذيك الوقيته كنت واحدة وانا كنت اخرج معهم واندخل معهم حتى من التلفون مكان شانتي المهم في الوقت اللي طلعت لي اليسي طلعت على واحد المشامة وعلى واحد الجو اللي انا ما عمرني ما كنت ولفت به ما عمرني ما كنت ولفت نمشي ونجي في طريق ما عمرني ما ولفت صحابات بعد ذيك الطريقة اه تحد ما كيسوال غيبي ما تغيبيش خاصك تجمع واحد لعدد ديال السوايا عاد كاسفتو الوالدك المهم هات الشي كامل ما كنتش انا مولفالي الحام ديال السينك يام دازم زيان بالحق العام ديال السيز يام خذكم في حالا بدو كيخرجوا لهال الشواري ولا يمكن يالله جاتني المراهقة ومع والدية كانوا مشطونين مع الخدمة مكنش اللي كان ردليال بال كنت كان دير مبغيت كان خرج من الدار وشيد الكيف التعريجة اللي باس مانعوش اللي كوم عليه كانت اكترية كان غيب مكندخوش للقاسم كان مقواقب احدى الليسي نتحك مع هذا ونهدار مع هذا المهم هزيتي بنت وحتيتي بنت في هاتيك الوقيته تواحد مكن نردليال بال حتى النهار اللي غات وصل الورقة الغياب الوالدية وكنت وصلت حتى الدورة التانية حيث في الدورة الليولة كانوا نصفتوا لنورقات ديالغياب ولكن انا اللي كنت خليتها معاند الفاكتور وفي الدورة التانية ماكنش عارفة انهم غاديت سفتوها ليا وصافي كانت وصلت لعندمي ومفاجمت هذه السؤولات هي تستمات الاساسي دا كاملين كانوا يتشكاوا وكانوا يقولوا هذيك البنت ما كنت احترام حتى شي واحد ممتح الصبات وكانت بغتبوخ الدم وكانت نوضا سمعها صبات المهم حاولت انها ترد المياه المجرهة ولكن سفي القتل اللي اطلعتها لقاتني ان العام كامل وانا كان غيب العام كامل وانا هي ما كنتخلش للقاسم المهم شداتني وكلات هالية دوز هذيك العام وكيف ما توقعت ممي بتي كنت سقط العام اللي من موراه كانت ممي ديرالي المراقبة المستمرة فيما كان دور كنلقها من موراه ولما لقيتش هي كنلقى الأب ديالي المهم غادي ندوز هذيك العام وكان دائما كنتج بديسطع كانوا حازمينها او خازنينها في بلاصة وخرجات عارف شو بلس بغنطير بغنعيش الحياة بغنغر نخروج موقعتش عيني قاع في هذيك المدرسة بزز باش كنت سختيت هذيك السيزيام المهم من الموراه السيزيام كنت طلعت للباك حتى شي حاجة بتطلعت من غير والدية كانوا زادوا علي الحصار ولو ردي لي البال بالقياس المهم غادي ندوز هذيك العام هنفش طلعت للباك الموضوع غادي وكيولي كاري يتيب امتياز ما نكدبش عليكم ونقول لكم احقا نكون دربيشة كنت كان نهضر مع هذا ونهضر مع هذا ونهضر مع هذا الحاجة الوحيدة اللي ربيشة عليها ونقول لكم الصراحة انا مهمر شي ود المرأة خدامني شي حاجة مهمر يمشت مع شي واحد للدار ولا خليت شي واحد يقس فيها ونعرف ان ان هذا شي كامل لم يكن لديه ونحن نقص في التلافون وانا اعرف ان ان هذا شي كامل لا يستطيع ان يكون المهم غادي ندوز العام الوول في النص دي الحم الثاني غادي نتعرف على واحد دري كان يقرم هنا وهو كان في الحم الثالث المهم سيد كيف شافني حماقه ونحن نتعرف على حق حتى اخذ الرقم دي التلافون وبدأت الحلقة بناتنا في الول كانت حالقة حادية بالنسبة لي وكنت كان قول غادي نتعرف معه ثم بعد غادي نتعرف معه ونحن نتعرف بالحق هذة حالقة كانت استثنائية سيد نهار لنهار كانت تتعلق بي وانا وليت كان حبغيه وكانت استعلي مهم كانت الحلقة زوينة كان كيف فهمني اللي بغيتها يدير هالية مهم الامور كانت غادي وكانتكبر هو كان خداء الاجازة دياله وانا يالعام الاخر كانت عندي الحمد الاجازة المهم بقيت كنقراء كانت انه يخدمه والخدمة ما كيناش كيستاجي هاكا كده باني راسو ولكن الخدمة مزغولي ما كي نحتش شي حاجة انا يتمكنش اتسمعه الطريق بعد قبل ما نشد معه الطريق شحمه مرة كننضي السطاح كنت انا كنشوف هكام عشي بنت كان غير عليه وهو فش كيشوفني مع عشي والكي غير عليا اعرفتوا المراهقة وانت هي عندك 22 عام المهمة البناز ما اعرفش كيفاش نشرح لكم ولكن في ذاك الوقت ما بقى كيبالية في الدنيا حتى شي واحد من غيره هو وانت كان بغيه واحد الحب لأسطوري وانت ديره لي اعتبار وانت دخول الخروج بالحساب ما كان الخروج نهائيه لما تشاورتش معه كان ديره لي هالقيمة ما عمرني ما زالت مع شي واحد ودخلت سوق راسي بلا قياس تقول لي الزيتي بنت وحدتي بنت وحده هو من موره مدازو هادوك تقريبا واحد الحامل اول علاقنا تهي بردات ما عمرني ما زال حصل تحدي شي حاجه ولكن يقول لي انت اللي كينا في القلب انت اللي كينا في العقل انا را ما نقدرش نبغي حتى شي واحده من غيرك المهم بدت بنا تنتيقه وفادك الوقت كنا مقررين ان شاء الله كيف نوقفو على رجلين غادي نتزوجو صافي هذا هو وزع ما هدا والموراد صافي العلاقة غادي تبقى هاك هاك انا يا كنت تخرجت مباشرة الابديا دي كان تدخلي في الشركة اللي خدام فيها وكنت توظفت ديك الساعة المهم الوقت اللي توظفت حتى شي حاجه ما تبقى ثلاثة علاقتي يبقى اسمها هي هي هو كان غير كي بريكولي منهار خدامه وعشر الله المهم انا يا فاش كنت كان خدام فاش كنت كان خرج انا وياه كمشو هاك القهوة ولا كمشو شي سناك كنت انا اللي كان خلص وفاش كي بغي هو مثلا يقولي اللي حقا ما حقا كنقولول انت ما خدامش كان ركبه في تاكسي انا اللي كان خلص بعد المرات كان نعطي فلوس شحام مرة كنشتري لي الكادوات بالمناسبة ولا بلا مناسبة انا مثلا غري الاخر الشمحة وبنت لي مثلا ما كانتو ما بقاش زوينة ولا مثلا بلي سباط ورش حاجه كمشو نشريه لي كنت هاكا ديرا وكنت كان بغيه بزاف وكنت ديرا في بالي انني بدمها من تحت الصفر وحاطيها هنيتي بلا قياس فهذه الفترة كاملة كانوا كيجو فيها الخطة بغير شكون وشكون يا البنات وكنت دائما كنرفض وكنقول لي هم ما بغاش الاب ديري كان كيقول لي غير اجنوكين الى كتعرفيش يولد الناس يجي مرحبا به الى ما كتعرفيش قول لي الاسباب لي كتخليك اترفتي كان قول لي هم انا ما زال ما بغاش نزوج هاد الساعة المهم الخدمة اللي خدمة فيها انا الحمد والله خدمة مزيانة ومع الاب ديري كان خدم فيها وكادر ريني يتم من هاللو بل كنش دي سبوست مزيان كوشي كي تعمل مهايا مزيان كنت واحد البنت اللي في الخدمة مؤدبة وكنت داخلها سوق راسي حينت بالنسبة لي انا راح صافي كنت كانت براسي في حاله مزوجة المهم غدي ندوز مدة قريبا واحد العام اخر من مورة مخدمت السيد على قتيبه بقيت غادية وكتقوى دراجات ولا يقول لي يا صافي خسك تجي عندي الدار انا كان بغيك انا راجل وعندي احتياجات كنت كان قوله هادي لي ما هم رك تحلم بيها عندك اولد الناس احتياجات تجي لدار ناختبني ونطيحوا لها قد وهديك الصاحبش معك حتى المريكان بالحق بحاش انا يقلت في داركم وانا يقلت في دارنا ونمشي معك اللا تم ملا تم ملا يقول لي حقا ما كتبغينيش كان قوله اه انا ما كان بغيكش الى كان غير على هاد المسألة غير اسمح ليه المهم غادي نبقى وجرين هاكاك صحابه كاملين كي عارفوني عائلته من الطرف كي عارفوني اخواته كي عارفوني مرتخوك تعرفني كل شي كي يشكرني وكل شي كي تعمل معي مزيان والسيد كي بغيني وكي حماق عليا والامور كاملة كانت غادي يمزيعنا غادي دوست قريبا واحد اربع سنين على العلاقه دينا حتى النهار للسيد غادي ينجح في واحد الكون كوردي للدولة انا فسق الخبار اضطرت بالفرحة وعجبني الحال المهم السيد حتى هو كان عجبه الحال صافي تما قلت الحمد لله عنده تكوين واحد ام المراهه غادي توظف وصافي الامور كاملة غادي تحل وغي يجي تزوج بيا حين صافي الله يجعل البركار مدوش معه نهار ولا يومين انا تبرك الله ربع سنين المهم هو هذك تكوين اللي كان خصو يدير كان خصو يدير واحد المدين اخرى انا كانوا عندي شي فلوس كنت مشيت ومديتهم لي كنت له هاك هادو باش بضاق اللي ملا كنت شوف مبيناتنا عشان هاللي تخدم مردهم هي المهم كنت اعطيت وزعمة مبلغ محترى مرة تقريبا 1-140 الفريال المهم السيد مشان على قسمها بقى في التلافون عيش معه الحب والغرام انا كنت كان اعتبره راجلي اي حقا ما عمرني ما سمحت لي انه يقس فيه مهم السيد كان يهدر معي الامور كاملا كانت ميسرا دس قريبا 1-4 شهور كان عييقيا وقال يجي عندي المدينة اللي كان فيها هو قلت له انا ما نقدرش بقى يطلب فيه وقلت له انا ما عنديش كيفاش ندير ما عنديش كيفاش ندير شفت حتى عييت وقلت له اخا وقلت له اخا امتفقت مع واحد البنات صحاباتي وقلت الوالدية غادي نزفر معهم وقلت الوالدية وانا في ذلك الوقت كنت بدلت 180 دراجة وكنت ركز ومعمرش واحد اسمع لي اشي حاجة مالخدمة للدار ومالخدمة يعني مالقوا منين يشدوني شافوا حتى عييه وقالوا لي واخا المهم كنت مشيت انا وصحابتي لهذه المدينة كنا اخذينا واحد دار صحابتي كانوا مشاوا وكنت انا مشيت عنده المهم كنا تلاقينا مشينا هكا الواحد القهي وقلسنا من بعد بقينا كان دوره وصلت الى عشرة ونص دياليل قلت له خاسين مشي للدار وهو يقول لي الله يباتي معايا قلت له الله انت عارب اني ما غنباتي معاك المهم تخيلوا انا جاي ضربة طريقة على قبله فشو صنات ما تدارب معايا وقال لي الله انتي ما كنتبغينيش وانتيكو كنتبغيني يكون سلمتيني راسك وهذا شي غير مسألة وقت وانا دبا صافي يعني كان دوس التكوين مبقاش اليو غدي نتوظف وهذه الساحة قلت له الناس انت قلت له وقلت له قد ما فات فخلي نحتاج لدارنا وجدك الساحة مرحبا بك المهم غدي تخصم معاها هذا النهار السيد غدي بلوكيني انا كنتمشيت عند البنات مانكوشيكم حالتي كيفاش ولات كنا نرجعنا في حالاتنا بقنات قريبا 1-15 يوم هكاك حصل النهار للسيد بوحده كان حال البلوك كيف حالت البلوك وانتصفت له مساج وقلت له بردتي قال لي يلا وانت ما كنت تفهميني شو انت قلت له شوفه ولد الناس انا كان فهمك اه بالحق رهما يمكن ليس قلت له انا بغيت هذك شي يكون معاك في الحلال المهم هي هذيك غدي نبقاعة وثاني انا وياها كاك فهذه المدة سيد اشغل نقول لكم هنسيسي واحد وحتيسي واحد ولا فيما كيهضر معايا كيهضر معايا بوحد طريقة مشكو رجلي كيهضر معايا بوحد نفاخه كان يقولك كلمة او شو كيهضر خطاعي او الصافي او صافي او صافي او صطعته المهم سيد فهلا حسب رأسه ليس ادمت مواجدهش بالساف احسال واحد الثالة او نهار كانت عندي واحد الخدمة وصافي كان خاطي ضروري نديرها بالدار احضر المهم احضره وانا احضره انا اخذره وانا اخذرهم اخذرهم وانا احضره المهم ان ادخلت الفيس بوك محلول فعندما ادخلت الفيس بوك كان سيد ام كونك يهضر مع البنات وفي اللحظة اللي ادخلت كان ام كونك يهضر مع احد خيتي المهم قدام عينيه كنت اكتب لها ومانجوش يكون في نواصلين بحلاقتهم الحب والغرام ومسيدك التصور العريانيين ومنعرف مهم من ذاك الشيء ما ما انا فاشفتوا تصدمت ما عرفت بشي بليتك انا بقت سنيت هذه الساعة وصل الى الان كنت ادخلت معهم حتى انا وبدأت كتب سيد مفهم حتى شي حاجة حتى كنت كتب بسميته لاناني انا حالة دو كونت المهم بديت كتب سيد مفهم حتى شي حاجة كيقول شكون زعمة هذا كنقوله يا كي وضل حرام انا يا مجرجرني وكاز قولي يا حقامت زوجي حينت فيما كيجيش واحد سيد كذلي ينهار وكيقول يتزوجي انت بحك ندلك نفعلك المهم السيد كنا عرفني انا انا كنت تتلقي انا كنت تتلك الاسباح السيد ووقف لي حتى الاسباح وقف لي حتى الدار وبدأ كيطلب يزاوه ويقول يا سمحي لي وشي تنغرني وهادي كريسي ما بين وبينا موالوا انا غير كنت ندوز مع هالوقت وانت تسبب في هاتشي كامل انت حقالي مبتاز ينجي عندي الادار انت لما كتبغ الشادري معاية انت لما كتبغ سيفتالي يتصورك قلت له شوف اذا كنتي كتبغيني انا خدتك تبغيني وما تشوف حتى شي واحدة اخرى المهم كنا تخاسمنا واحد المودة وعاو تاني كنا تصالحنا المهم فالصالحنا الأمور كاملة كانت غادي يمسينا سافي بقينا هاكا جارين مرة مرة هاكا كانت خاسموا ومرة مرة كانت صالحوا حتى النهار للسيد سافي توظف كانت توظف واحد المدينة قريبة لنا مبعداش بزاف المهم هذيك الساحة كنا كانت لقاو حتى الواحد الوقت السيد سوف يبحث عني بشوية بشوية فيما كان قلوه علاج مجيتيش كيقولي احقا خدام كان قلوه خدام الويكاند ما كتكونش خدام فيه زعما كيفاش هذي خدام كيقولي ورا انتي حارفة الويكاند كان بغير رتاح ولكن بغير مشاعد الوالدين ووالدين هرق رابليا المهم غادي نبقى جارة معاه وغادي معاه لها تكله بال فيما كان قلوه الزواج كيقولي يا واخا باللاتي ان شاء الله باللاتي واخا المهم غادي نبقى جارجار فيه حتى الواحد النهار غادي عيتليه في التليفون قلوه كديره لباسه لي قلوه الحمد والله قلوه يا شوفي را شفت واحد دار بغت نكريها وبغت تجي تشوفيها بشعر فيه زعماوش عجباتكو للاحين زعماها الدار يلي غا نبقى فيها في الوقت اللي غا نزوج بيك قلوه واخا المهم كون صايت الواحد سيدة صاحبتي حيث انا هارفة البلان المهم عيت لصاحبتي وانتبقى نتعطلوش بشعر قلوه اوخا قلوه اوخا قلوه اوخا كيف نزل من السيدة وشافني اوخا حلو العماء المهم بقى يشوف فيها وكيف ننزر لا يجبوش حال وتعمل مع اي ومعها صاحبتي بوحد طريقة كنت قلوه اهلا قلوه انا لم أحملش التصارب يتصرف معي شي واحد في حال هذا قلوه اوخا قلوه اوخا قلوه نخطينا لها درن قال لي كرا ادخل شفتها مهم السيد واقف ذاك العيبة ديلز عما شوفي قلت له ما بيهاش مهم خرجنا من تماما كنا مشينا تغطينا من بعد قلينا عندي واحد الغارات مسلامة المهم كان مشاو خلنا في ذاك المدينة شتنا تاكسي ومشينا نيشا التران شدنا ورجعنا في حالاتنا وصاحب سيباقي علاقة عقل علي في هاليوم قلت لي هاد الرجل عندك ما صافيش وما عجبنيش المهم انا مديتهاش فيها فلعشية ديل هاديك الليلة سيد اي طليا وبدك يحايروك يسبو سيريال فهلة يا تاركا يكما كسحب لك ببعدك اللي مرأة انا كان بغيك انتك تتحكي ليا علاش كتتعبلي معايا هاكا وشان انا بنو معاك المعقول وانا بغي نكري وانا هادي اجنوب فيها ما اجنوب فيها المهم مني 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 حتس خاسمنا مرة اخرى او كان قطع علي وقطعت علي وهذا المرة حرف سباح لوفي وما نبقى ندوي معاه المهم ما نقوش لي كو منافش كان قطع علي رفحال شي وحدث قطعات راها كارولي في هال المهم كان قطع علي زعاف وكان اعطي هال البكاوات وصحابتي كامل من المنطرف يقولي هشي هات خينا ديالك ارى والله مصالح اعطيت تقار وانا كنت كان حماق وكان ستعليه ما كان كيبالي يفتني حتى شي واحد من غيره هو المهم غادي نبقى هاكا حتى غيدوز واحد شهر ايبو في واحد نهار كندر في الفيسبوك حتى كتبالي اختو هكا في غادي افو حدفو حدفو مبارتاجيات الفيديوهات ودك الشي انا فشفت هذا المنطرف تخلني الشك وانت ما ديال من هاد الشي المهم بديس كندور في العائلة في العائلة حتى كيبالي يهو طارب الكوصي من عامل الله وتتحسينه كيفاش دائرة تخلتني شهر لكاون دياله وثم كانت صدم بتصاور دياله هو هو واحد خيتي ودير ماغيي ودير اسميه ديالها المهم انا فشفت هذا المنطرف وليس كل اللي كانت رهد ما عارفت نبكي ما عارفت نغوض شهر البنات شهر يالله تفارغت معه مشادز اذا هاد خيتيكي اعرفها ولا ما نعرف المهم انا فشفت هذا الشي مقدرش نهائيا نسيطر على رأسي هذه الساعة كنت دخلت وصوني تعليف النمرا دياله المهم سيد كيف صوني تجاوبني بلحش مبلح يا وقال لي على سلامتك يلا تفكرتيني انا يا عفتي فش قالها لي يا فعل بردع لي ينصي ما عرفش هادك سيد كيفاش كان كيتهامل كلوش مني تكدوي ووش انا يا خمس دين ونتم جرجرني وفتالي تزوشي بوحدة اخرى فاش انت ما باغيني اجعلش جرجرتيني هاد زرجير كام وانا كان بكيت خيلوا سيد في اللول كان يقولي يلا وغير بلاتي ورمي مامي وانا كان عاير وكان قولوا حرام عليك نتغير شماتة نتغير هادي المهم سيد بدك كيدير معي السياسة وكيقولي انا وفالله ايضا كان بغيك وانا ما قدرت تستنسيلي ايا وانا درت الخاطر لامي ولكن انت غنزوش بك وما زر غنديك وما تقولي شي واحد من غيري انا ما قدرتش انساك انا ما كانش عندي الوجه اللي نواجحك انا ما اعطاك الكلمة الناس المهم بقى غادي في الكذوب المهم مني منك انا وانا بدت علي بسببان المائيات وكتلوا هاد النمرة ما تبقى شعيط لها صافي اللي بناتنا سهلة المهم كنت قدرت علي هادك الساعة والسيد فالسوني تعليف حلاج بتيح ولا كل شوية كيصوني وكسفت لي المساجات الحب والغرام وانا كان بغيك وانا ما قدرتش انساك وانا كان حماق عليك وانا اعطيني فرصة وانبيي اللي كنفعله وانتركن هادي المهم هو كسفت كان قراء وما كان ما كان جاوبش نهائيا حتى النهار اللي خسفت لي واحد المساج واحد المساج باقي لحد الان محافظ تخيلوا السيد اللي كان يقوليه كان بغيك وكان حماق عليك يقوليه ما الكده بمقلقة بغي تغني نفهم ياك ما عند بالك اني اني كو اسم مع اول نزوج بيك انا من النهار اللول ما امرك حتى يتكفي بالي انتي اصلا مش هيد يا زواج واش انا بعينيه كنت كنشفو كل نهار مع واحد وبغتيني انا انتيك ما ليمسطي انا النهار اللي انا بغي نفكر نزوج نزوج ببنت الناس بنت الاصل اللي ما تكونك تعرف في الدنيا حتى شي راجل من غيري انايا وبدأ لي بسببان من الصمتة اللي تحت وكو لي سيري هيا وينفك ما اللي اتركه ياحادي يا هادي انا اي الحاجة الواحدة اللي لنا لم اقومت لك انا احناس لك انت كونه اللي كان تتراهد ما اعرف بش باي ش بليت ما لكن لا نحتاج حماقني وhî كنت شررت في القلبي هل يكون غير تزوج ومسته ومش صوت سواح بغيرها المهم ديس كان بكي كان بكي كان بكي كان بكي كان بكي كان بكي حمالك لابس شاهفت المساج لك اوف تكون الطريب الكدن كو ليسكي حمار وش هذا مصطى وش حمار هاذاً يدير فيك؟ المهم هو الناس. الناس في الصحة وكليامات أعطيهه غير لبكى حالتي حالة ربية لي أعلم بيه. المهم هو الناس وصحاباتي وخدمة كل شيء يقول لي مالك. عدد منك. وكنت أشعر براسي أن نتعلم أنه موت من غير أن تزوج بغيري. يعني زادني ضد المساج. المهم كانت أدوست قريباً واحد شهرين وزيادة من بعد بدأ كيفوتني الحال وبديت كنسل موضوف حلحت شي حاجة ما كينا بديت كنحاول أني ينساه وكن أعطي الفرصة الراسي باش نبدأ حياتي من جديد قلت مش مشكلة الحمد لله مدامني لحق الباطل يدبر راسه أي حقا أنا في واحد الوقت كنت هكا كنعطي فلوس خسرت إلي زباب دي الفلوس ولكن ما إليش كل شي كيتعود الموهم مدامني حتى شي حاجة صفي هي هادي كرجعت الحياتي رجعت أصحاباتي ومريد كنخرج ديها في خدمتي الأمور كنت غادي أمسيا وفي هذه الفترة سوف يروني واحد الشاب كنت خارجة نسمع الواليد من الخدمة نساق في يلساق وقام شادوه مع الأب ديالي وقال له إذا كانت هذه بنتك رحبتها على زواج المهم الأب ديالي قال له مرحبا كانوا تبدلوا الأرقام ديال التلفونات كنمشينا من بعد كانت تواصل مع الأب ديالي وثما كنا عرفنا أن السيد خدم مع المخزان مناقصه حتى شي حاجة مهم كيفما كان قوله سيد هوتا هوتا سافي كان ندر مع بابا طلقه هو بياه قال له أنا البني ترى بغيتها للإحلال واش ممكن الرقم ديال التلفونات تحرف عليها ولا الأمور مستمزين غادي نجيب والديه والديه كانوا في مدينة واحدة أخرى يبدأ لي قال له مرحبا كان أعطاه الرقم ديال التلفونات لي بديت كان ندر معه أنا يو حارف السيد في المخزان وما كتبش لكم ما عنديش مع الكتوب كان قل لي يا وش عندك شي علاقة في حياتك قلت له ده بلا بالحق رحكات عندي علاقة مع واحد السيد كان قل أنا ويل ما قول بالحق ما كتبش سافي السيد مدخلش وتعمق معي في الموضوع تانا متعمقتش معاه تانا كنسولت وقال هي عادي كانوا علاقات ولكن صارحة كانوا غير تفليا هذه المرأة الواحدة اللي لازع ما فاشفتك بغيتك للزواج المهم دينا كنهضرو كنا تفهمنا أنا ما كتبش لكم ونقول لكم كان بغيه عادي ماشي ما كان بغيه وماشي كان بغيه مهم سيدة ديزيز عليا وكزوج مستقبلي مزيان ما كي يكمي ما كي يسكر دخلوا قراثوا بدوارتوا مناقصوا حتى الشيخار المهم الأمور كانت خديال بناس مزيان حتى النهار اللي غير غرني الشيطان وغير يدخلي الفيسبوك دخلت فيسبوك قلقى هذك الحياوات مصفت لي ارام دي المساجات المهم أنا ما قريتهم شيني حتى ندخل مقرأ دك الشي مقرأتوش بقيت كانت طلع في المساجات كانت طلع في المساجات احتكيب لي واحد الكوض أنا ما كان عارفوش مصفت لي اخر حاجات تصاور المهم كليك يتعلي دخلت حتى كي بر يتصاور دي لقد خيتي فأوضاع لي ما هو ماشي مهم تصاور شوية خيبين انا فاشفتتك شي ما فهمت حتى شي حاجة في اللوال شنو قللي رأسي قالينا ربما يكون وكأن هذا من الدراري الذي كسرته في تصور البنات عريانين لن أجد أن يكون معك هذا الشيء لم يكن أجد أن يتشفيه في الأخر في الوسط كتب هذه صاحبة دعوتك هذه هي التي خلتها على قبلك فأنا أشكرت هذه المساجات وقلت لها الطن وكتبت أن هذه المرتة التي كنت معها هذه الساعة كنت تخرج من تماما وكنت رجعت لشي تصور عائلته وكنت نرجع وكنت نرجع وكنت نرجع نفس البنت أتضع خطائق فأنا لم أتشاهد في مقالبي بلاتو وكنت لا أعرف ماذا لم يبقى وكنت حلسة قلت لها بيقى وكانت قليلا والبنت والت تصور فالله المهم فأنا متنظرة وهو يجب إلى أن تصور وأن أصبحما أصبحما ولكنت أصبحما وأصبحما وكنت بأن لان ايضا كذلك جميعا اتشار ايضا المهمة اشتركوا في القناة 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 المساج الاخر هو الذي نقرأ الذي يكون بعيد ودائما كاتب لي وانا حقا لم يكن قصدي وانتي فهمتني غلط وانتي اصبتني وانتي لا اعرف الاسباب وانتي السباب انا كيف مكتلكم لا اقرأ المساج الاخر يعني لم يكن دخل نهائية الاخر فاذا عودت تشيرختي اختيت لي ادري فان كونت وصفتي تصور لي وكيف مخلك تتحمق وكيف ما قال لك انا حقا ديس بنت الاسل خليه يشوف بنت الاسل ولكن انا متربدة خيفة انج بدعي رسط هذا ما عليكم انتاقم منه وانا في نفس الوقت خيفة هذا ما عليكم اليومه اولا جيت نعود لكم القصة ديلي باش كون عبرة لبنات معمركم ما تطيقوا ومعمركم ما تضيعوا ووقتكم مع اولاد الحرام اللي باقي يجي لداركم نيشان هاد سيدي انا مع اهدابة ركت لكم البنات ما زال ما كمناش ما زال ما كمناش حتى وحد شهرين ومر نهار وولجدوا مع اببي عيني روت قريبا خاطبني غير هذه الخطوبة الكبيرة حتى وقل كلا جاب والدي غادي يجي وزع ما خطوبة كبيرة من مراها غادي يجي ودارهم غير في العرس لان نظرهم بعد يعني كتشوف يولد الناس لولد الناس ديال بالصح هوا محتار مك يهضر معك بوحد طريقة لزوينا دير لك الشان ومضلح حرام يبقى يديك ويجبك ودورك في القهوة فالاخر يتفلع لك قلت لكم انا اليوم جيت باش قصتي تكون عبرة هذي اولا والثانيين بغت نتشاور معاكم العار لما قولوا لي واش نصفت لي هذك التصاور ديال مرتو ولا صافي انسى الموضوع ندير في حاله ما شفت حتى شي حاجة جميلات ديالي هنا سالة القصة ديالنا بتنسوش خليوا الاراء وتعليق ديالكم صاحبة القصة ومتنسونيش طبعا ما التعليق ديالكم هنا ما بقى ليا الا شعوره انا سنستمعكم شهر ازايد شكرا انا بروتنا شكرا بروتنا